يا دكتور بعض الناس رأيها مخالف تماماً لللي حضراتك بتقوله أنا عايز بقى حضراتك تعلق على الكلام اللي بيتقال ده والله يعني هو حراك احنا برضو لازم نحط في الاعتبار حاجات تانية ان دلوقتي مش هادر اقول انها بقت مقبولة اجتماعياً بس ما بقاش غريب ان حراك تروح مكان تلاقي الناس قاعدة بتشايش سواء سيدات او رجال قاعدين بيشايشوا بقت حاجة من الطبيعي ان انا شوفها فده خلها مقبولة يعني عادي خلاص الناس بتشرب شيشة بغض النظر بقى هي مضرة او لا وعادي ان احنا نعمل كده ومش علشان بس ما فيش حاجة تانية تتعمل هو ده بقى وسيلة المتعة الناس كتير بالنسبة لهم هي دي اللقطة اللي انا بستمتع فيها بوقتي مع اصحابي او حتى الوحدي هي اللجوء للشيشة نقطة تانية برضو نحطها في الاعتبار وده يمكن برضو لها دور في جزئية للسيدات برضو بقت تفضل الشيشة ان الشيشة فيها انواع منها كتير زي ما انا قلت الفواكه والحاجات الفليفر فده بيزود بايولوجيا حتى الاعتمادية على الشيشة اكتر من ااخد حاجة من غير نكة ففي عوامل كتير تطور فيها اضرار الشيشة احنا يعني منتكلم على حاجات مهمة دلوقتي من وعي الناس بقى ايه اضرار الشيشة اللي ممكن تحصل له الشيشة لا تقل ضرر على نفس الكلام اللي ممكن يحصل من تدخين السجار ممكن يحصل من الشيشة الناس بتبقى متخيلة ان يمكن علشان انا بشرب مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع يبقى الضرر اقل يبقى الضرر اقل واهم الامراض اللي ممكن تيجي من الشيشة بالزيت طبعا امراض الصدرية بتحصل من اي حاجة لها علاقة بالتدخين بالرغم من في محاولات ان هما بنغير اللايون غير الحاجات دي بس ما نقدرش نضمن ان ما فيش امراض ممكن تنتقل اللي بالزيت الاهم حاجة فعلا هي الامراض الصدرية وخاصة زي ما كنت اقول لها راكمة شوية انه بتعرض لنوعين من الدخان التوغان بتاع التاب او الحجر الشيشة والتوخان اللي طالع من الفحم فانا كده باخد اول اكسيد الكربون بكميات كبيرة جدا غير الشوائب اللي طالع من الحجرين